خلونا كمان نتابع حركة المرور النهاردة من تطبيق جوجل ماب ونشوف كده صلاح سالم نشوف كوبري اكتوبر يعني اللون الأخضر لحد دلوقتي أو في بداية يعني هنكلم في صلاح سالم بنعدي أسفل كوبري غامرة الطريق الحمد لله ماشي بشكل جيد جدا سيولة مرورية عالية لكن وإحنا بنقرب بقى من كوبري اكتوبر وهنلاقي فيه مناطق كده معتادة بتبقى فيها كثافات أعلى أكتوبر وإحنا بنعدي من فوق محطة مصر والتقاطع اللي هو مع كوبري غامرة برضو المنطقة دي بتبقى فيها كثافات التوقيت ده من اليوم بتبقى معظم الناس نازلة رايحة أشغلها النهاردة كمان فيه متحان للثانوية العامة مادة الديناميكا فكمان ممكن نلاقي كثافات زيادة النهاردة عن مبارح ما كانش فيه متحانات للثانوية العامة دي الكثافات أعلى الكوبري في الاتجاه القادم من العباسية ومتجه إلى وسط المدينة دي كثافات أعلى يعني أعلى من الاتجاه التاني لكن أسفل كوبري اكتوبر ما زالت الحركة المرورية جيدة جدا كورنيش ماس بيرو وأمام مزارة الخارجية برضو كثافات مرتفعة كوبري 15 مايو حركة المرور عليه جيدة جدا كورنيش العجوزة وكورنيش الزمالك حركة المرور أيضا جيدة جدا في هذا التوقيت من اليوم دلوقتي الخريطة نبص كده أو أنت رايح لميدان لبنان وطالع للمحور هتلاقوا برضو الطريق ماشي بشكل جيد جدا ولكن يعني تحسبا لأي حوادث لقدر الله أي أعطال على الطرق ممكن تسبب كثافات بننزل بدري شوية نص ساعة ساعة لربع ساعة يعني حسب ما تقدر تصحى بدري وربنا يسلم طريقي جميع يا رب طبعا ده رقم غاثة الطرق من الإدارة العامة للمرور 022-111-4-0 في حال وقوع أي حوادث أو أعطال على الطرق ربنا يسلم طريقك يا رب